جزاكم الله تعالى خيرا وهذا يقول ما حكم المشي في الحرم بالأحذية لا بس إذا كانت الأحذية طاهرة ونظيفة ما توسخ لا بس لكن الغالب إنه ما تسلم من أذى ومن طين وغبار والحرم كما ترون الحمد لله نظيف وينظف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار إذا كان المسجد مفروشا أو مبلطا ومنظفا فلا تدخل بالنعال لأن هذا فيه ضرار فيه ضرار وفيه تشويه للمسجد يوم كانت المساجد تراب كما كانت في العهد السابق ما تضرها النعال إذا دخل الإنسان لكن الآن النعال تضر المسجد بعد ما حصل التطوير الأخير بالنظافة والفرش وغير ذلك نعم